مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ونحن نقترب للاحتفال بعيد الميلاد المجيد ونسترجع قصة الميلاد بتفاصيلها الكثيرة كما ذكرها لنا البشير متة وكذلك أيضا البشير لوقة في إنجيله نعلم أيضا من هذه التفاصيل كم ردود الأفعال نحو ميلاد المسيح وهذه ردود الأفعال كانت ردود أفعال مختلفة وكثيرة جدا فبين التسبيح والتمجيد لله كما رأينا مريم العذراء كما رأينا أيضا زكريا الكاهن وإلصابات وسمعان الشيخ كل هؤلاء ارتبطوا بقصة الميلاد بتسبيح لله الذي افتقد شعبه وصنع فداء لشعبه لكن أيضا نرى المجوس الذين أتوا من أماكن بعيدة من أقصى الشرق لكيما يأتوا ويسجدوا أين هو المولود ملك اليهود وعندما رأوا الصبي سجدوا لكن في نفس الإطار نجد أيضا هيرودس الملك الذي كان يريد أن يقتل الصبي والذي أيضا قتل الأطفال في بيت لحم وإلى يومنا هذا وبعد أكثر من ألفين سنة من ميلاد المسيح مزالت ردود العالم أو الناس نحو ميلاد المسيح تتلخص في الملايين الذين يسجدون لله شكرا وحمدا أن الله افتقد الإنسان وصنع له فداء في المسيح يسوع لكن أيضا هناك الكثيرين الذين يتأزون ويرفضون وينكرون حقيقة التجسد ومن ضمن هؤلاء الإخوة المسلمين الذين يرون في قصة الميلاد مادة للسخرية وللتطاول على عقيدة التجسد الإله وعش كده عنوان حلقة اليوم هو لماذا يكرهون تجسد المسيح لماذا يكرهون تجسد المسيح ما الذي في تجسد المسيح يجعلهم يكرهون هذه العقيدة هتقول لي يا أسيس أشرف لا 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 هم مش بكرهون العقيدة دي أقول لك لا هناك تعبيرات كثيرة جدا وفيديوهات كثيرة جدا فيها نوع من التطاول على عقيدة التجسد هو مش اختلاف أراء لكنه نوع من التطاول والنهاردة هتكلم عن وهوري لحضراتكم هذا النوع من التطاول وليه اللي وراه لماذا يكرهون فعلا عقيدة تجسد المسيح خلينا نشوف فيديو رقم واحد ونرجع نعلق عليه وتدرك ان عقائد المسيحيين خصوصا عقيدة التجسد اللي هم بيحتفلوا بيها في يوم عيد الميلاد المجيد عقيدة بشعة جدا ووحشة جدا ومضادة لعقيدتك الإسلامية والمفروض ان انت كمسلم تتأذى تتأذى من ذكر يوم عيد الميلاد المجيد ومن ذكر اليوم اللي بيحتفلوا بيه بتجسد المسيح عليه السلام شايفين الى اي مدى التطاول انا معرفش هل ده يندرج الى اصدراء الاديان ولا ما يندرجش تحت اصدراء الاديان انا عارف انه قانون اصدراء الاديان معمول خصيصا ومصمم خصيصا للدين الاسلامي ولحماية الدين الاسلامي لكن هل هذا نقد هل هذا اختلاف ايماني هو مش هيجيب حاجة من عنده اذا كان اساسا اله القرآن ورسول الاسلام الكفر الذين يختلفون معه في الفكر فمش هيجيب حاجة جديدة لكن هل هذا يصل الى الاسدراء ازراء الاديان ولا لا وبعدين هنشوف في الفيديو اللي بعد كده تكرار كلمة بشعة يعني يعني هو بيعبر عن هذه العقيدة يردد الكلمة وهو عايز يوصل فكرة الى اي مدى هذه العقيدة فيه نظره هي عقيدة بشعة جدا شوف الفيديو التاني اللي فيه تكرار كلمة بشعة مدى بشعة عقيدة التجسد العقيدة اللي رغم بشعتها عقيدة بشعة جدا ووحشة جدا مدى بشعة هذه العقيدة والتناقضات التي تحتوي بهذه العقيدة البشعة المليئة بالتناقضات العقلية والمنطقية عقيدة بشعة جدا عقيدة يعني يتأزى الانسان منها والغريب تأثور العاطفي هو في الفيديو دو عمل ايه جاب بعض الاقتباسات من أساناثيوس القديس أساناثيوس وكيرولوس والبابا شنودة ووسطينوس وهم بيكلموا عن روعة التجسد الاله كويس فهو يعني دخل في المود شوية وازهر قد ايه هو متأثر نفسيا وعاطفين شوف الفيديو اللي جاي وأنا حاولت ألخص فيه تأثره العاطفي بعقيدة التجسد طفل دا ضعيف ولا يملك من نفسي شيء ولو أمه أهملته ممكن يموت أو ممكن بهيمة في المزود تدوس عليه تموته الله المستعب الله المستعب دا كله نتيجة عقيدة التجسد ماذا بشاعة هذه العقيدة والتناقضات التي تحتويها لا إله إلا الله محمد قادر يقول كلمة دعنا من هذه العقيدة هي دي الكلمة اللي أنا بختم فيها الفيديو النهاردة دعنا من هذه العقيدة أتمنى من المسلمين أنهم يجدوا في قلوبهم الإيمان الكافي الذي يرضعهم من تهنئة المسيحيين في اليوم اللي بيحتفلوا فيه بهذه العقيدة البشعة المليئة بالتناقضات العقلية والمنطقية إنسان مثل هذا لا تملك أنت إلا فعلا الشفق عليه لأنه قلبه مليان مش بالنقد الموضوعي المسلمين ما يعرفوش حاجة اسمها نقد الموضوع لكن قلبه مليان بالكراهية فهو كما يقرأ هو يقرأ في سبيل الله ومستعد أيضا يقتل في سبيل الله هذا هو الفكر اللي عايش فيه واللي مستولي عليه طيب أرجع للسؤال هم لماذا يكرهون تجسد المسيح اللي في تجسد المسيح بيكرهوه ولماذا يكرهون لو رحنا إلى نحاول هنا حط ثلاث أسباب مهمين جدا يجعل المسلم فعلا يصل إلى هذا النوع من الكراهية لماذا يكرهون عقيدة التجسد أول حاجة الفهم الخاطئ عن الله وأكلم عنها بالتفصيل هناك فهم خاطئ عن الله وهذا الفهم الخاطئ هو الأساس الذي يتحرك فيه الإخوة المسلمين فهم مبني على الكرآن فهم مبني على تصورهم عن مين هو الله الفهم الخاطئ عن الله الحاجة الثانية الفهم الخاطئ عن الإنسان وعدم احتياج الإنسان لخلاص أو لفداء الحاجة الثالثة الفهم الخاطئ عن التجسد الإلهي هو ليه كده ليه هذه البغضة الممتلكة ليه هذا الكراهية نحو الإيمان المسيح لأنه عنده فهم خاطئ نحو الله وعنده فهم خاطئ نحو الإنسان وعنده فهم خاطئ للعقيدة المسيحية عن التجسد الإلهي هتقول لي إزاي إزاي الفهم الخاطئ عن الله يعني إيه فهمهم عن الله مما يجعل أنه هذه العقيدة في نظرهم صعبة جدا عقيدة التجسد الإلهي لا تتعارض تتعارض مع المنطق البشري لكنها تسمو هي عميقة جدا ولما الكتاب يقول لي أنها سر عظيم هو سر التقوى لما الكتاب يقول لي أنها سر بمعنى أنها عميقة جدا وليس بمعنى أنها تتعارض مع المنطق البشري لكنها عميقة جدا من يستطيع أن يتخيل من البشر أن الله يفدي الإنسان بهذه الطريقة ومن يستطيع أن يتخيل أن الله يفتقد الإنسان والكلمة صار جسدا وحل بيننا طيب الفهم الخاطئ عن الله في عبارة كده بتتقال الله يعني أنا وأنا هقرن مبين الله في الإسلام والمسيحية في عبارة كده ألها القرآن ودايما بتتردد دون فهم وأنا بعتبرها كذبة أو ادعاء خاطئ وهي القول بأن إلهنا وإلهكم واحد المسلم يقولها زي ما هو عايز يقولها لكن من إيماني أنا المسيحي ومن معرفتي لما أعلنه الله عن نفسه في الكتاب المقدس وأعلنه أيضا لنا في شخص يسوع المسيح كمال إعلان الله أقدر أقول أن إلهنا وإلههم ليس واحد وأي مسيحي يردد هذه العبارة هو لا يعرف شيئا عن الله في الإيمان المسيحي حتى الوحدانية مختلفة إلهنا وإلههم ليس هو نفس الإله إلهنا وإلههم ليس هو إله واحد مختلف الله في الإسلام ليس هو الله في المسيحية وهناك اختلافات كثيرة جوهرية بين ما أعلنه الله لنا عن شخصه في الكتاب المقدس وبين ما أعلنه القرآن عن الله الله في الإسلام باختصار شديد هو انعكاس لرسول الإسلام بمعنى إيه؟ أشرح هو رسول الإسلام عمل إله يتناسب معاه هو خلق إله يتناسب معه خلق إله يتناسب معه خلق إله يتناسب معه تفكيره وشهواته ورغباته خلق رسول الإسلام إلها يتناسب معه إلها على شكله وشبهه هتقول لي كلام ده صعب قوي هتقول لك لا مش صعب كلام ده لما تقرأ هتعرفه كويس قوي عائشة نفسها أدركت دون عائشة أدركت هذه الحقيقة وقالت له في مرة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ده اللي انت عايزه ربك كده اللي انت تؤمر بيه كده هو بس عمال يسارع في هواك إله إله لا غير قدوس غير صالح عندما انتقد أبو لهب رسول الإسلام أنزل الله صورة يشتم فيها أبو لهب إله مصنوع على شكل رسول الإسلام يتناسب معاه اللي يشتمه أو اللي ينتقده ربنا يروح شاتمه وينتقده يعني اللي هو عايز يعمله جعل ربنا يعمله وتنزل تبت يد أبي لها بن وتاب عندما اشتهى زوجة ابنه بالتبني أسرع الله للدفاع عنه ونزلت آية التحريم هو كل ما يريد الله يسرع لكي ما يحقق أهوائه لا تجد هذا الإله في كتاب المعدس مش موجود ليس الله في المسيحية هكذا فالله في الإيمان المسيحي هو كامل القداسة كما أنه كامل المحبة هو كامل في قدسته وبره الله في المسيحية هو محبة God is love الله محبة مش الله بيحب ولا المحبة مجرد صفة من صفاته لكن الله في طبيعته وفي جوهره هو أيضا محبة وده اللي أعلنه كتاب في يحن الأولى 3 و16 لأن الله محبة فهو أب أب في الإيمان المسيحي الله أب حتى كلمة الله علمتنا أنه لما نصلي لله نقول أبانا الذي في السماوات وهو أب للمؤمنين هو أب لا أدعوكم عبيد بل أبناء انزروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله فهو أب إله الإسلام لا يمكن أن يكون أب ولا يمكن المسلم أن يقترب إليه كأب المحبة عن العطاء البذل الجود وما هي أعظم عطية ممكن يعطيها الإنسان يعطي ذاته الله أعطانا كلمته هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي إن الله بيّن محبة لنا أظهر محبة لنا وإذا ونحن بعد خطأ مات المسيح لأجلنا الله يعطي والله لا يبخل علينا حتى بنفسه الله في المسيحية واحد نعم لكن هم مثلس موجود بذاته ناطق بكلمته وحي بروحه يجي واحد مسلم يقول لا لا بس انتوا بتؤمنوا بتلات أليحة انتوا بتؤمنوا بتلات أليحة وأنا من على هذا المنبر بقول لأي شخص مسلم بيقول إن إحنا بنؤمن بتلات أليحة إنه يجيب لي النصوص الكتابية من الكتاب مؤدس اللي بتقول إن إحنا بنؤمن بتلات أليحة هتلي من الكتاب المؤدس نص بيقول إن إحنا بنؤمن بتلات أليحة فيه فرق بين إن انت ما تكونش فاهم الثلوس وفرق إن انت تتهم المسيحيين بأنهم يعبدوا تلات أليحة عدم فهمك ده موضوعك الشخصي وممكن تدرس وتعرف إحنا بنؤمن بإيه لكن ادعائك وكذبك على المسيحيين بأنهم يعبدوا ثلاثة أليحة ما هو إلا ادعاء كذب وغير حقيق وهتلي من الكتاب المؤدس إن إحنا بنؤمن تلات أليحة عش كده الله في الإيمان المسيحي هو إله قادر قادر على كل شيء الله تكلم مع موسى الله أيضا قال لشعبه إنه هيحل بمجده في الهيكل الله أيضا في ملء الزمان أتى إلينا متجسدا في الكلمة والكلمة الذي صار جسدا هل التجسد الإلهي يتعارض مع قدرة الله؟ بالعكس ده التجسد الإلهي يبرهن على قدرة الله الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر ده التجسد الإلهي هل يمكن الإنسان أن يرى جوهر الله؟ في الإيمان المسيحي الله روح ولا يمكن الإنسان أن يرى الله بكامل لهوته ومجده زي ما يقدرش الإنسان أنه يحتضن الشمس أو أرس الشمس أو حتى يقترب إلى أرس الشمس هكذا الله في كمال لهوته ومجده وعش كده قال لا يستطيع أحد أن يرني ويعيش لكن كلنا مؤمنين بالشمس وعارفين أن هناك أشعة اسمها أشعة الشمس الضوء اللي موجود برا في الخارج ده ضوء الشمس عارفين أيضا هناك دفء بيجي من الشمس وعش كده الله بيرسل كلمته ويرسل روحه وكلمة الله أشعص يسوع المسيح المعلن عن الله الذي أظهر لنا من هو الله زي ما بتطلع برا وتشوف الدنيا من وراء والشمس مشرقة فوجود هذا الضوء هو إعلان على وجود الشمس كذلك يسوع المسيح عش كده كيف للإنسان اللي هو الكائن المحدود أن يرى الله الكائن الغير محدود والكامل النقاء وفي ملء لهوته لا يستطيع في القديم ظهر الله لإبراهيم وموسى وإشعياء وبنعرف من كلمة الله أن الذي ظهر لإبراهيم والذي ظهر لموسى والذي أيضا ظهر لإشعياء وشاف قد الملائكة في السماء بتقول قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض هذا هو يسوع المسيح ده يسوع اللي قال عن نفسه كده إنه الذي رأاه إشعياء هو الإبن يحن ست أعلن الله الكامل عن نفسه رأيناه في تجسد الإبن الذي هو سورة الله غير المنزور سورة الله غير المنزور وشقد رب يسوع قال من رأاني فقد رأى الآب أنا والآب واحد الفهم الخاطئ عن الله لماذا يكرهون التجسد لأن تفكرهم عن الله تفكير خاطئ تفكيروا عن الله وصفات الله وطبيعة الله تفكير خاطئ سبب الثاني هو فهمهم عن الإنسان أيضا فهم خاطئ المسيحية هي الإيمان الوحيد الذي قدم السورة الحقيقية للإنسان للإنسان في مجده ونظرة الله لي والإنسان في انحضاره وعبودية الخطئ وشكده أجي لمشكلة الإنسان إيه هي مشكلة الإنسان كلنا عندنا هذا السؤال اللي حصل للإنسان الذي خلق الرب على صورته وعلى شبهه الإنسان الجميل اللي ربنا لما خلقه يقول الكتاب وراء الله وإذ مصنع وإذ هو حسن جدا ليه هذا الإنسان اللي هو حسن جدا بإيه وحش جدا ليه كل أفكار قلبه صارت شريرة ليه الإنسان بعد عن ربنا للإنسان صار بهذا الشكل القبيح أخلاقيا وروحيا للإنسان حتى إلى يومنا هذا بيحاول يقنن الخطيئة ويجعل الأمور الإلهية اللي رب يتكلم عنها وأدنها يحاول أنه يقدم على أنها it's a norm it's a norm it's a norm it's a norm مش مشكلة سواء من مخدرات أو من سلوك جنسي أو من حروب أو من بغضة ليه ليه الإنسان صار عنده القتل والقراهية والبغضة من الأشياء المسيطرة على فكره إيه اللي حصل لهم؟ الإسلام لا يمكن أن يقدم إجابة واضحة عن مشكلة الإنسان لا يمكن وما يعرفش يجاوب عن مدى المأساة اللي عايش فيها الناس الإنسان وما يعرفش يجاوب على السؤال هو إيه اللي حصل للإنسان؟ وصار وحش ما دارش إجابة على كده لكن إحنا عندنا الإجابة على كده عندنا الإجابة واضحة جداً عن إيه اللي حصل للإنسان؟ يوجد شيء غلط في الإنسان لماذا أصبح الإنسان شرير؟ منطقم ظالم عنيف سافق دم ليه؟ إحنا أوقات كتيرة بنشوف الحيوانات تبقى عندها رحمة عن الإنسان كيف تحول الإنسان من حالة البراءة اللي اتخلق عليها إلى حالة الفساد الكل إلى حالة قال عنها الكتاب المؤدس ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد ليه؟ لأن الجميع زاغوا فسدوا ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد هل فيه مشكلة في الإنسان؟ أيوة هيجي المسلم وقول لي بس العالم الغربي مليان حروب وقات حروب ودمر شروب أنا مش بكلم على العالم الغربي والعالم الشرقي أنا بكلم على الإنسان كإنسان هو أنت شايف العالم العربي دو العالم الغربي يعني كله ناس متجددة ربنا غير قلوبها واختبرت الحياة الجديدة لا طبعاً العالم الغربي يمكن عايش بمبادئ إلى حد ما نقول عنها من ناحية الحرية الشخصية والإنسان لي قيمة ولي مكانة آه من ناحية الكتابية أوكي لكنه العالم الغربي بعيدة عن الرب ولما أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا تقوط حرب ضد أي بلد أخرى ملاهاش علاقة بالكتاب المعدس بكلم على الإنسان كإنسان بكلم عن الإنسان كإنسان إيه بقى مشكلته قبل ما نتكلم عن مشكلته لأننا نخليه طب أخد مدخلة من الأخ أبو مهند ألو من الأردن مساء النور أعلن بك تحية محبة للدكتور أشرف أعلن وسلام بحضرتك اسمح لي بهذه الكلمة أيها الحبيب الله محبة فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده مزمور 8 أربعة إن الله ليس إطلاقا كالإنسان فقدرته فائقة جدا لدرجة أنه يستطيع أن يرانا ويعرفنا ويهتم بأمرنا ويفتش علينا ويسد جميع احتياجاتنا نعم إن هذا الإله القدير عظيم بقوته وبمحبته أيضا إن إيماننا المسيح المستند إلى كلمة الله المباركة يؤكد لنا إن هذا الإله الذي خلق هذا الكون ويحمل كل الأشياء بكلمة قدرته هو عظيم كفاية ليعرفك أنت مخلوق إنه عظيم كفاية إذا يهتم بك أنت شخصيا شكرا أخو محمد شكرا لك شكرا لك شكرا لك لا لأنهم يستحقون محبته بل لأنه هو محبة شكرا شكرا لك شكرا لك طيب أخذ الأخي أحمد ألو طيب الأخي أحمد ألو نعم أهلا بيك مرحبا سلام ونعمة المسيح سلام ونعمة أهلا وسهلا بيك ومع ضيفك الكريم أهلا وسهلا الموضوع اللي تتفضل به جنابك الكريم وضيفك العزيز بس أحب أنطفت ملاحظة بسيطة أنا مريت بيها أنا من خلفية إسلامية سنية آمنت من رب يسوع المسيح له كل المشت قبل ثمان سنوات آمين شكرا لرب الفكرة اللي أريد أوصلها لكل مستمع لكل باحث عن الحق وفي منطقة رمادية من النقاط اللي صعبة كانت في حياتي أنه ما قدرت أستوعب كيف الله يصبح بشر لأنه أنا اللي تربيت عليه في الإسلام الله متعالي سبحان الله وتعالى وأنا ما كنت أعرف على من تعالى عنه وخلقني وكان يتعالى علي ما كنت مفتهم هذا كان عندي كونفيوز بهذه النقطة المهم فما كنت أفتهم أنه الله ما أخذ صورة بشر فأني من قرأت بفاحث وليس كمؤمن أعطيت مجال إلى نفسي وفهمت عظيم هو سر التقوى الله الظاهر بالجسد أقدرت أن أستوعب فكرة التجسد فاليوم من منبرك الكريم أخي العزيز أنا لا واعظ ولا أتفلسف بأمور لاهوتية ولا بأي شيء لكن لكل شخص باحث عن الحقيقة من أخ محب إليك وده تسمع البرنامج أنه أعطي مجال إلى نفسك وأخذ هذه الآية وانطلق من هذه الآية عظيم هو سر التقوى الله ظهر بالجسد أفهم كيف هذا الإله المتواضع المحب أخذ صورة بشر وراح إلى عود الصليب من أجلك ومن أجلي إحنا اللي بينينا عليه واللي نشعنا عليه واللي ترعرعنا عليه واللي ترسبات الإسلام اللي جتنا من أهلنا بالوراثة وخلوها في أدمغتنا كلها خاطئة كلها ما تصل إلى الحقيقة بواحد بالألف لكن اليوم من نشوف هذا الإله المحب اللي خلقك وتواضع جب بصورة مثل صورتك هذا الإله الحق اللي تتبعه ربي باركك شكرا شكرا أخي أحمد شكرا أخي العزيز وأشكرك جدا عن الحلقات السابقة شكرا لك شكرا لك وأتمنى أن نحن نتواصل معك يا أخي أحمد وكل سنة وحضرتك تعيب كل عام متبقل في خير ميلاد مجيد والربي بارك أمين شكرا لك شكرا لك مشكلة الإنسان البعض لخصها في أنها الجهل قال لك لو علمت لو أنت يعني علمت الناس الناس هتبقى أخلاقيا كويس علموا الناس فاخترعوا قنابل الزرية علموا الناس فاخترعوا قنابل الدمار الشامل علموا الناس زي ما هم طوروا في مجالات كثيرة كويسة هم أيضا طوروا في مجالات أخرى تدمر العالم كله فليست المشكلة الإنسان هي الجهل أو قلة التعليم قال لك مشكلة الإنسان الفقر كان دايما عندنا في مصر يقول لك ما هو سر الإرهاب لماذا الإرهاب وإيه اللي وراء الإرهاب يقول لك الفقر وراء الإرهاب الجهل وراء الإرهاب الإرهاب شفنا أنه لا فقر ولا جهل دا دا كترة مخلصين جامعات وأعلى مستوى وخارجين من قليات طب وقادة في الجامعات الإرهابية دا مهندسين خارج كليات هندسة أو من عائلات كبيرة يعني وأعضاء في جامعات تنظيمية دا أغنية وأصحاب شركات أولاد ضخمة بالملايين وأعضاء في تنظيمات إرهابية فالجهل والفقر ليس هو السبب وراء الإرهاب لكن شر الإنسان شر الإنسان مشكلة الإنسان أولا وأخيرا هي مشكلة أخلاقية نبعة من قلبه قلب الإنسان فاسد وده اللي ما بيعلمهوش الإسلام وما يعرفش يعلمه لأنه لو علموا الإسلام يبقى الإنسان محتاج إلى مخلص إذا الإسلام نادى بأن مشكلة الإنسان هي قلبه طب مين اللي يقدر يغير قلب الإنسان وكيف يمكن للإنسان أن يتغير قلبه دي المشكلة الكبيرة عش كده الخطيئة في نظر الكتاب المؤدس هي عدم إصابة الهدف الله خلق الإنسان على مجده لكن الإنسان لم يعيش لمجد الله أخذ الأخ سامي من الجزائر سام من الجزائر وأرجع أكمل مع حضراتكم ألو 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 أيوة مساء الخير مساء النور أشرف معي أيوة معك تفضل عندي مدخلة في خصوص هناك من يقول أن الله روح مثل ما تفضل وهناك من يقول كذلك الله نور ممكن يعني تعطينا الفرق يعني يعني كيف نعلق على هذا الله روح والله نور طيب جميل أشكرك لما يقول الكتاب أن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا في يوحان أربعة بنعرف أنه الله ليس إله مادي مش مكون من مادة أنا كإنسان مكون من روحه نفسه وجسد فأنا مكون من مادة أنا عندي إيدين بتتحرك إيدين فعليتين فيزيكالي تقدر تلمسهم عندي عنين تقدر تشوفها كويس كل ما هو مادي كل ما هو محدود الله روح الله غير محدود الله غير محدود لكن لما يجي الكتاب يقول لي أن الله نور بيقول لي كمان عبارة أخرى بيوضح لي يعني إيه الله نور يعني الله نور أي أن الله ليس فيه ظلم البتة إن كل ما فيه الله هو نقاء وطهارة وقداسة الله نور فكلمة النور مرتبطة بإن الله ليس فيه أي نوع من الديفولت أو الديفو أو الأخطاء أو الليس فيه ظلم البتة هو نور هو ليس مصدر الشر هو لا يفكر بالشر هو ليس مصدر الكوارث هو لا يفكر فيه الكوارث هو إله محب أفكاره من جهتنا هي خير وسلام وأن كل ما يصنعه الرب يصنعه في وقته بحكمة تامة وبمقاصد إلهية سامية جدا جدا ده المقصود بإنه إيه الله روح إنه طبيعة الله روح طبيعة الله روح عشان كده يقول أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب الله موجود في كل مكان وموجود بكماله في كل مكان ويملأ الكون كله بوجوده لكن الله أيضا نور ليس فيه ظلمة البتة لا يوجد فيه عيب ولا يوجد فيه خطية ولا هو ماكر ولا بيمكر ولا هو شرير ولا هو فاصق ولا هو بيشتهي ولا هو كل هذه الأشياء اللي الإنسان بيعيش فيها بسبب الخطية والفساد شكرك طيب أجي إلى جزء أنا أريد أن أروح إلى جزء مهم جدا الخطية هي فساد الإنسان لأن الخطية هي التعدي الإنسان تعد على الله الخطية هي عدم الإيمان والبغضة الخطية هي عدم إصابة الهدف هل هناك بقى نتائج الخطية على الإنسان؟ الإنسان الذي أخطأ هو مزنب أولا أمام الله مجرم بيقف قدام الله محكوم عليه بالموت لأن أجرة الخطية هي موت حاجة تانية الإنسان زي ما قلت واقع تحت عقاب إلهي حاجة تالتة الإنسان طبيعته فسدت كل حاجة في الإنسان شوهتها الخطية الفكر شوهه الخطية العطفة شوهه الخطية الجسد شوهه الخطية طيب الأخ سيم غالبا كان الخط أطع أيوة تفضل أنا سمعت إجابتك بس يعني هيك ممكن نفهم إنه الله تواصل مع الإنسان عن طريق الإبن وهو الكلمة المتجسدة وكمان بالروح فهي طرق يعني طرق احتكاك أو تواصل مع الإنسان الله واحد فالنور يعني هو فقط وصف للنقاء والقداسة بس في فقط في مدخلة تانية أنه في يوحنى عاشرة بيقول أجابهم يسوع أليس مكتوبا في نموسكم أنا قلت إنكم آلهة كويس وشكرا يعني يس حاط طب خليك معايا أوكي خليك معايا أليس مكتوبا في نموسكم أنكم آلهة ده موجود في مزمور على ما أعتقد من دماغي كده كويس إن لم أكون مخطئا يعني لكن النص ده بيكلم على القضاء بيكلم على اللي هم الرب أقمهم ليكونوا قضاء ينفذوا العدل في الأرض وكأن هؤلاء القضاء لابد أن يكونوا عادلين كما أن الله أيضا عادل لأنه أكتر حاجة بيبغضها الرب عندما يعوج الإنسان أو الرشوة تعوج القضاء ويصير الإنسان اللي أنت تلجأ له علشان تاخد حكم عادل هذا الإنسان من فساده يفسد القضاء وعش كده الله بينظر إلى هؤلاء القضاء اللي أقامهم للعدل وللمسواة وللحكم في صف المظلوم بينظر إليهم على أنهم يعني في مكانة نائبين عن الله هذا ليس أنهم divinity بمعنى أنهم آلهة بمعنى أنهم طبيعتهم إلهية لكن هم يقوموا بعمل الله هم مسؤولين وينوبوا عن الله في هذه الأرض ده المقصود منها ولكن ليس أنكم آلهة بمعنى بمعنى أنه أنك آلهة جسد الإبن هو كان حتمية عشان تكمل الصلة بين الإنسان والإله يعني إذا إحنا افترضنا ما فيش علاقة عن طريق الإبن وعلاقة عن طريق الروح القدس يعني ما فيش مصلحة ما فيش أصلا تعريف شخصي عن الإله يعني ده حتمية ده صح تكون علاقة بين الإنسان والله بالزبط ده حتمية لأن الله خلق الإنسان لكي ما يقيم معه علاقة أكيد يعني يعني بدون أو بدون روح القدس ما رح تكون علاقة كاملة صح صح ليه عشان كده عشان كده في العهد القديم يا أخ سام لما تكلم عن الرب قال أنت محتجب يا الله اليهودي مهما كانت علاقته مع ربنا لكن الله كان شايفه أو اليهودي كان شايف الله وراء الحجاب أنه أنه محدش يقدر يدخل إلى قدس الأقداس إلا مرة واحدة في السنة الله برضو محتجب لما نزل لموسى على الجبل الناس خافت وارتعبت والجبل غطى النار والدخان والزلزلة فالله الله يعني أعطى موسى النموس لكن الله بالنسبة لشعب اليهود مازال محتجب مازال في أشياء صعب التواصل مع الله فيها بالنسبة للأمم لما بوليس الرسول يتكلم عن الأمم في أعمال 17 يتكلمهم عن أن الأمم بينظروا لله لأنه إله مجهول فهو بالنسبة اليهود إله محتجب لكن بالنسبة للأمم هو إله مجهول الإله الذي تجهلونه أنا جاي وأكلمكم عنه فهو الله الحقيقي بالنسبة لهم إله مجهول إزاي أنا أعرف الإله الحق إزاي هذا الإله المحتجب المجهول يعلن عن نفسه لي هنا بنجد الإبن عشان كده من رآني فقدر الآب وَلَا يَسْتِيَعْ أَحَدْ أَنْ يَعْرِف للمسيح أنا هو الطريق والحق والحياة بخسيم معي فهمت عليك الموضوع واضح ومقنع ومنطقي إلى درجة معينة بس لو فقط بدنا نفهم ليش الله يعني جعل كلها المدة من سفر التكوين للسفر الملاقي عشان أعلم هل هنا يعيد الإنسان هل هي مرحلة تحضير الإنسان كمخلوق ساقط يعني استقبل الكلمة هي لها أكتر من سبب أول حاجة أنه أعلان الله دايما كان متدرج يا أخ سام متدرج يعني زي ما قال كاتب العبرانين فأصح واحد قال لنا إيه قال لنا أن الله بعدما كلم الأباء قضيما بالأنبياء وبأنواع وترك كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فكان لابد أن الله يعلن الإنسان تدريجيا تدريجيا حتى لما بتجي ترأى الكتير المؤدس وتدرس عن شخص يسوع المسيح في العهد الأديم وإعلانات الله عن المسيح في العهد الأديم بتجدها إعلانات متدرجة كويس سعى عن نسبه عن البيت اللي هيجي منه بحسب الجسد عن ملكوته عن سلطانه عن ألامه عن تجسده عن قيمته إلى آخر الأشياء دي فبتجدها متدرجة فلما جاء ملء زمان لكل شيء مش سهل لأنه سقوط آدم في الأول والطبيعة الثانية يعني مش سهل أنه الإنسان يعني بين صلح وتنعاد علاقته مع الله مثل الأول الشخصية البرة ممكن وكان كما لابد أن الإنسان يكتشف أنه خاطئ وهدف من الأهداف النموس أن النموس بيعطي للإنسان أنه يدرك أنه خاطئ ويس فده يعني ده الجزء أنا سعيد بالتواصل معك أخسام شكرا لك وممكن نتواصل أكثر نتواصل أكثر بالتليفون أنا تواصلت معك على الفيسبوك يعني عشان بحكي معك بالتأكيد 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 شكرا لك ممكن يعني تأخذ نمر الخاص بي ممكن تسيب نمرتك في الكنترول وننتواصل معك شكرا لك أخسام شكرا شكرا كثيرا الله معك أجي النقطة الأخيرة ونعرف أن الوقت بتاعنا جري بسرعة لكن النقطة الأخيرة كلمنا عن الفهم الخاطئ عن الله الفهم الخاطئ عن الإنسان واحتياج الإنسان الفهم الخاطئ عن التجسد المسلم مش قادر يفهم التجسد ودايما التجسد في فكره مرتبط بأنه يتعارض مع طبيعة الله كون الله روح وكأن الله هيغير طبيعته الطبيعة الإلهية بتاعته هيغيرها لعلى ما يتجسد فالتجسد في الإيمان المسيحي وده الجزء المهم اللي لابد أنه كل مسلم يفهمه التجسد في الإيمان المسيحي ليس معناه أن الله قد تحول إلى إنسان نحن لا نؤمن بالتحول يعني تحول إلى إنسان بمعنى أن أنت فقدت خصائصك وصرت شخصا آخر الله الله لم يتحول إلى إنسان ولا الفكر المسيحي يبعد نهائي عن هذا الموضوع الله لم يتحول إلى إنسان هذه هرطقة وهذا فكر شرير ومن ينادي بأن الله تحول إلى إنسان لا يعرف شيئا عن المسيحي التجسد ليس معناه أن الله قد تحول إلى إنسان وده يمكن الفكر السائد عند الإخوة المسلمين ونشوف الفيديو الأخير فيديو رقم أربعة ممكن المخرج يحطو لنا وهو عنده نفس الفكر أنه التجسد هو أن الله تحول إلى إنسان لا 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 ممكن نسمع الفيديو الأخير خالق لا يتحول إلى نقف هنا قال لك الخالق لا يتحول إلى إلى إنسان الشخص ده ما يفهمش حاجة عن المسيحي نهائي ولا يعرف إيه هو ألف بالمسيحية ولا يعرف يعني إيه الإيمان المسيح الله لم يتحول إلى إنسان أبدا طب ها هنا هرجع هرجع للفيديو ده أكمله بس أخذ مدخلة الأخ سعيد من المغرب ألو ألو أخ سعيد ألو مرحبا دكتور مرحبا أهلين أهلين كيفك أخ سعيد الحمد لله اشتقت اشتقت لصوتك حاضر عنايا بإذن يسوع كلام شكرا شكرا عندي نعم عندي تعليق بسيط جدا ما غريش ناخد من الوقت بزيف لا تفضل المشكلة أن المسلمين يعني تجسد الله يعني ما يتقبله يعني كيقول لك تجسد الله شيء غير منطقي لكن في الإسلام المرأة التي نهضت في الصباح وجدت بول محمد في الإناء وشربته ثم لما محمد رأى المرأة شربت بوله الذي كان في الإناء قال لا لن يؤلمك بطنك بعد اليوم هل هذا منطقي هل هذا من المنطق أن امرأة تشرب بول محمد في الصباح هل هذا منطقي كويس أنه ما حصل لاش يسمي نعم يعني محمد كان علي أن يقول للمرأة أن هذا البول سيتسبب بأمراض لكن هو قال لها أنه البول من اليوم لن يؤلمك بطنك وكان شيء آخر آخر شيء آخر أنه محمد كان يبزق يعني البزاق كان يبزق على الصحابة ويدهنون البزاق على وجوههم هل هذا سؤال للمسلمين هل هذا منطقي هل هذا يعني تعيبون على المسيحيين أن الله تجسد ومات من أجل خطايا البشرية ولا تعيبون على أنفسكم هذه الأحاديث كيف تقبلون بهذه الأحاديث في دينكم شكرا أخي سعيد شكرا 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 نعم ونتمنى التواصل مع بالتأكيد بالتأكيد حبيب بالتأكيد المسيحي نأخذ الفيديو أن إنسانا صالحا صار إلها دي كانت بدعة اسمها بدعة التبني adoptionism أنه يسوع المسيح كان شخص كويس قوي قوي للدرجة أنه ربنا تبناه ورفعه يكون إله ليس هذا هو الإيمان المسيحي أمال إيه التجسد التجسد أنه بالتجسد هو اتحاد اتحاد بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الجسدية الله لم يخلي الكلمة الأزلي أن الكلمة الأزلي الإبن لم يخلي نفسه من الصفات الإلهية ولم يستبدلها أو يستبدل ما هو إلهي بما هو بشري فطبيعة الله الروحية طبيعة أزلية لا تتغير بالتجسد لم تتغير طبيعة الله هذه ولم تستبدل بما هو بشري زي بالزبط الأكسجين وطبيعته بمعنى كل التشبيهات تبقى عاجزة لكن الأكسجين بطبيعة ليمكن أن تتغير طبيعته سواء كان في الهواء أو في الأنبوبة التجسد إيه هو التجسد في الإيمان المسيحي هو أن الإبن الأزلي كلمة الله الذي هو موجود قبل البد اتخذ طبيعة بشرية الكلمة صار الكلمة فالتجسد فالتجسد فالتجسد